بسم الله الرحمن الرحيم فيما يأتي مقررات الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء الموافق اليوم الثاني من آيار عام 2023 التزاما من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل فقد أقر مجلس الوزراء توصيات محظر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني 23 ألف وتسعة وخمسين المعنية بتقييم المديرين العامين أصالة التي تتضمن نقل المديرين العامين المعينين أصالة ممن لم يحصلوا على تقييم إيجابي إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما بحسب القرار التشريعي 880 لسنة 1988 وفي هذا الصدد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء أن يكون البدلاء للمديرين العامين الذين أخفقوا في التقييم من الملاكات العاملة داخل الوزارة وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنم المسئوليات أقر مجلس الوزراء توصية وزارة الخارجية بشأن فتح سفارة لجمهورية العراق في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا استنادا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 مع الأخذ بعين الاهتمام أن لا يكون فتح السفارة المذكورة آنفا سببا لزيادة العاملين في سفاراتنا بالخارج وافق مجلس الوزراء على ما يلي واحد تخويل أجهات الحكومية بدفع عمولة الدفع الألكتروني للمبالغ التي تستوفيها للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات بحسب نسب العمولات التي يقرها البنك المركز العراقي للدفع بالبطاقات الألكترونية اثنيا تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة المبالغ المستوفات كضرائبة بأنواعها بالدفع الألكتروني وحسب نسب العمولات التي يقرها البنك المركز العراقي للدفع بالبطاقات ثلاثة تولي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء بإعداد مسودة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الألكتروني في جمهورية العراق خلال مدة عمل شهر واحد كحد أقصى بدءا من تأريخ صدور هذا القرار أيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم 32 لسنة 2011 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور شريطة إضافة مادة مفادها في حالة حصول المصاب على تعويض من شركة ماريو الفرنسية فيجري استقطاع نسبة من هذا التعويض تعادل نسبة المنح الممنوحة له من الجانب العراقي أيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والملاحظات التي عرضت خلال الجلسة الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من مشروع قانون جهاز المخابرات الوطن العراقي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2021 بإضافة المديرية العامة لمكافحة الإرهابي والمراقبة ضمن تشكيلات الجهاز المذكور آنفاً وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم 5 لسنة 2012 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على ما يأتي واحد تخويل وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية بصيغته المعدلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور اثنياً إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى وزيرة المالية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً وافق مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية من أجل رد بحيرات الأسماك غير المجازة وافق مجلس الوزراء على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 23.030 لسنة 2023 بحسب الآتي تجديد العقد الموقع بين وزارة الكهرباء الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وشركت قيوان سنة واحدة بدءاً من تأريخ انتهاء التمديد لتجهيز طاقة مقدارها 400 إلى 800 ميجاواط على وفق المعادلة المثبتة من قبل وزارة الكهرباء على أن تتحمل الشركة الضرائب والرسوم كافة لحين الحصول على إقرار الهيئة الوطنية للإجازة الاستثمارية بحسب الصلاحية المالية مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أيضاً تولي وزارة النفط تجهيز كلاً من مديرية الحندسة العسكرية في وزارة الدفاع 250 ألف لتر من زيت الغاز ومديرية الحندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي 250 ألف لتر من زيت الغاز لغرض تنفيذ القرار 57 لسنة 2020 الخاص بإنشاء السدة الترابية في هور الأحوازة بمحافظة ميسان لغرض ضبط الحدود الدولية وأقر مجلس الوزراء توصيات وزارة الصحة بشأن موضوع السوق الدوائي في القطاع الخاص أيضاً وقرر مجلس الوزراء تعديل القرار 23.164 لسنة 2023 بإضافة التسلسل رقم 3 إلى القرار بحسب الآتي استثناء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من شرط التعهد الشخصي بعدم تملك المشمولين آنفاً أو زوجاتهم أو أولادهم القاصرين قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية بحسب القرار التشريعي 120 لسنة 1982 إقراروا توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية 23.012 بشأن استحداث برنامجاً وطنياً للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أيضاً وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار من إجمال المصروف الفعلي للدولة لسنة 2022 على أن يتم سحب الرصيد النقدي للسنوات السابقة من حساب المفوضية علماً أن التخصيصة متوفر ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023 ترجمة نانسي قنقر